أنا أكون صريح مع حضرتك أخ نزار ومع المشاهدين أنا في أوقات في بداية الكورونا كنت أعلن إيماني ومتشجع بس ما نكرش أنه في وقت كده مع الوقت والطول كأنه حسيت زي المثل اللي بيقول السجادة هتتسحب تحت رجلي وابتديت شوية شوية تسليبي يعني أتزحلق وأدخل في الحتة دي كده في الدوامة ديت لغاية لما الرب نور مفاتيح وقدرت أطلع من الحتة ديت وكان نفسي أن أنا أشارك حاجات أنا اختبرتها فعلا بليز فضل نحن بدنا الأشياء الاختبارية العملية الشخصية كمان في حياتك أنا لاحظت حاجة لما ابتديت كده أتزحلق شوية أنه لقيت لأنني كنت بشوف اللي بيحصل في الكنيس المختلفة أو خدمات مختلفة لقيت أنه بقى فيه two extremes فيه حاجتين عكس بعض متناقدتين بالكامل فيه كنيس كل لسانها الحال وكلامها والخدام اللي فيها والكورونا وده بهد الكنيسة والتقديمات اللي في الكنيسة وحالة الرعاية بقت صعبة جدا وكأنه الكورونا ده بهد الكنيسة بيشتكي بيشتكي والواقع اللي عايشينه كده حاجة صعبة جدا ولقيت حاجة غريبة جدا من ناحية التانية لقيت فيه ناس بتقول وقت الكورونا ده ده مفيش أحلام ده الخدمة حصل فيها تطور ربح النفوس حصل فيه نهضة غير عادية الاشتعال والنهضة اللي في حياة المؤمنين والخدام والأبواب كمية الأبواب اللي اتفتحت والأبواب العظيمة أنا شفت بعناية خدام كانت خدمتهم بسيطة جدا فزمن الكورونا الرب بديهم فيفر نعمة وخدمتهم توسعت من خدمة أنهم كانوا بيخدموا خمسين تمانين واحد بقت خدمة بالألاف دلوقتي ده أنا مش بقول نظرية ده واقع لقيت الحاجتين في نفس الوقت كان حاجة غريبة وساعتها الرب قال لي حاجة أنت بتختار يا جيرجس أنت حتكون تحت أي أتموسفير أي أجواء الأجواء دي شيء مهم جدا إحنا إيه الأجواء اللي احنا بريختار وعلى فكرة حفاجأك الرب فكرني بيك أخ النظار في وقتها من سنين يمكن من 10-15 سنة وأنا في وسل الخدمة وكان فيه تحديات في الخدمة عندنا ودايما كانت لغة زمان كده نقول يا الخدمة في تورونتو صعبة جدا والناس أسيا وكده واجي أحضر في وقت الخدمة هنا في الكروس رود لما بيبقى فيه علشان تعديد الخدمة وكده وحضرتك تساعد تتكلم عن الأخبار وربي بيعمل إيه وتقول أحباء إحنا عايشين في زمن السمك بينط جوه الشبك حصاد عظيم جدا وأقول هو الأخ نظار عايش في عالم تاني ولا إيه؟ في عقل بالي لأنه شايف وشايف خدام كمان في تورونتو زي بيعانوا كده وإنت عايش في عالم تاني يعني مش حسد أو كده بس ده كان سبب انسبريشن أن أنا أبتدي أفكر في حاجة تانية ومع الوقت الرب فكرني زي أنه أنت بتختار أنت الجو اللي حتعيش نحن فيه ناس تشوف أن الجو صعب والدنيا كورونا والدنيا صعبة جدا وفيه ناس تعمل زي ما الرب يسألها ارفعوا عنيكو وانظروا الحقول قد بيضت للحصاد كلمة الرب ما تغيرتش أنت ممكن في وسط الكورونا دي ترفع عنيك وتشوف أنه ده وقت للحصاد ده وقت للامتداد ده وقت كده أنه الكنيسة حتنمو وتتسع أنا بختار أي جو أنا حعيش تحته أنا ممكن أستسلم للواقع ومش موضوع أنه أعيش في إنكار دينايل أو كده لكن أنا بختار أنه أصدق كلمة الله أنه أعيش تحت الجو ده موسيقى 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 موسيقى